اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ما سوف يتم شرحه في هذا الدرس المثال الأول أي المثلثات الآتية يشابه المثلث كاف ميم لام لدينا في المثلث كاف ميم لام طول الضلع كاف ميم ستة وميم لام إثنى عشر لتحديد أي المثلثات يشابه المثلث كاف ميم لام لابد من إيجاد نسب الأضلاع المتناظرة وتحديد أي المثلثات يعطي نسبة ثابتة بالبدء بالمثلث سين صاد أين الضلع كاف ميم يناظر سين صاد إذن ستة على ثمانية بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان ثلاثة على أربعة ميم لام يناظر صاد عين إذن إثنى عشر على عشرين بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على أربعة ثلاثة على خمسة لاحظ أن النسب الأضلاع المتناظرة غير ثابتة بذلك فإن المثلث سين صاد عين لا يشابه المثلث كاف ميم لام بالانتقال للمثلث ألف جيم با كاف ميم يناظر ألف جيم إذن كاف ميم على ألف جيم ستة على أربعة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان ثلاثة على اثنان ميم لام يناظر جيم با إثنى عشر على إثنى عشر ويساوي واحد نسب الأضلاع المتناظرة غير ثابتة بذلك فإن المثلث ألف جيم با لا يشابه المثلث كاف ميم لام بالانتقال للمثلث را تا دال كاف ميم يناظر را تا إذن ستة على ثلاثة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على ثلاثة اثنان على واحد ميم لام يناظر تا دال إذن اثنى عشر على ستة بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على ستة اثنان على واحد لاحظ أن نسب الأضلاع المتناظرة ثابتة اثنان أو اثنان على واحد بذلك فإن المثلث را تا دال يشابه المثلث كاف ميم لام المثال التالي إذا كان المثلث لام ميم نون يشابه المثلث عين سين صاد فأوجد سين صاد المثلثان متشابهين والمطلوب إيجاد سين صاد بما أن المثلثين متشابهان كما ذكر في السؤال فإن نسب الأضلاع المتناظرة متساوية بكتابة التناسب لإيجاد سين صاد لاحظ أن لام نون يناظر عين صاد وميم نون يناظر سين صاد إذن بكتابة التناسب لام نون على عين صاد ستة على ثمانية عشر وميم نون أربعة على المجهول لدينا وهو سين صاد إذن ستة على ثمانية عشر يساوي أربعة على سين صاد بالحل للتناسب بالضرب التبادلي ستة ضرب سين صاد وثمانية عشر ضرب أربعة ثمانية عشر ضرب أربعة تساوي اثنان وسبعون لإيجاد سين صاد تتم عملية قسمة الطرفين على ستة إذن سين صاد تساوي اثنى عشر المثال التالي إذا كان المثلث ألف با جيم يشابه المثلث واو ها دال فأوجد ألف جيم مثلثان متشابهان مع ملاحظة اختلاف اتجاه المثلث لدينا الزاوية القائمة ألف تناظر الزاوية القائمة واو إذن الضرع ألف با يناظر واو ها والضلع ألف جيم يناظر واو دال فبما أن المثلثين متشابهان كما ذكر في السؤال فإن نسب الأضلاع المتناظرة متساوية بكتابة التناسب لإيجاد ألف جيم ألف با على واو ها إذن ثمانية وعشرون على أربعة وألف جيم وهو المجهول على المناظر له وهو واو دال ثلاثة بالضرب التبادلي ثمانية وعشرون ضرب ثلاثة وأربعة ضرب ألف جيم ناتج الضرب لثمانية وعشرون ضرب ثلاثة كم يساوي أبطال أحسنتم أربعة وثمانون لإيجاد قيمة الألف جيم ما هي الخطوة التالية صحيح قسمة الطرفين على أربعة وهو معامل ألف جيم أربعة وثمانون قسمة أربعة إذن ألف جيم يساوي واحد وعشرون ملاحظة يستعمل القياس غير المباشر أشكالا متشابهة لإيجاد قياسات الأشياء التي يصعب قياسها مباشرة مثال مسألة ينابيح في الصورة ينبوع يتدفق منه الماء إلى ارتفاع ثمانية عشر مترا فيصنع ظلا طوله ثلاثة عشر متر ماء ارتفاع شجرة قريبة منه تصنع ظلا طوله تسعة عشر متر على افتراض أن المثلثين متشابهان لدينا ينبوع الماء بارتفاع ثمانية عشر متر ظله ثلاثة عشر متر الشجرة بطول مجهول سين ظل الشجرة تسعة عشر متر بكتابة التناسب بافتراض أن المثلثين متشابهان إذن سين على تسعة عشر ارتفاع الشجرة على ظلها يساوي ثمانية عشر على ثلاثة عشر ارتفاع الينبوع على ظل الينبوع لاحظ أن الارتفاع في البسط الظل في المقام بالضرب التبادلي سين ضرب ثلاثة عشر وتسعة عشر ضرب ثمانية عشر ثلاثة عشر سين وناتج الضرب لثمانية عشر ضرب تسعة عشر يساوي ثلاثمائة واثنان وأربعون ما هي الخطوة التالية لإيجاد قيمة سين التي تمثل ارتفاع الشجرة نعم بارك الله فيك قسمة الطرفين على ثلاثة عشر وناتج ذلك يساوي ستة وعشرون وثلاثة من عشرة إذن طول الشجرة يساوي ستة وعشرون وثلاثة من عشرة متر المثال التالي مسألة صورة يريد أحمد تصغير صورة بعدها أربعة سانتيمتر في خمسة سانتيمتر بحيث تناسب موقعاً في مجلة عرضه اثنان سانتيمتر فما طول الصورة المصغرة الصورة الأصلية لدينا عرضها أربع سانتيمترات وطولها خمسة سانتيمترات موقع الصورة في المجلة بعرض اثنان سانتيمتر طول الصورة في المجلة سين بما أن الصورتين متشابهتين إذن بكتابة التناسب سين على اثنان للصورة المصغرة تساوي خمسة على أربعة للصورة الأصلية بالضرب التبادلي سين ضرب أربعة واثنان ضرب خمسة أربعة سين وتساوي عشرة بقسمة الطرفين على أربعة فإن سين تساوي اثنان ونصف ويعني ذلك أن طول الصورة المصغرة يساوي اثنان ونصف سانتيمتر تقويم اختر الإجابة الصحيحة أي مستطيل مما يأتي يشابه المستطيل المجاور لدينا المستطيل واحد سانتيمتر اثنان سانتيمتر أي الأشكال الثلاثة يشابه هذا المستطيل لمعرفة ذلك لابد من إيجاد نسبة الأضلاع المتناظرة وتحديد أي الأشكال الثلاثة يعطي نسبة ثابتة واحد سانتيمتر يناظر ثلاثة متر إذن واحد على ثلاثة اثنان سانتيمتر يناظر ثلاثة متر إذن اثنان على ثلاثة لاحظ أن نسبة الأضلاع المتناظرة غير ثابتة إذن الشكل في ألف لا يشابه المستطيل بالانتقال لشكل باء واحد سانتيمتر ويناظر ثمانية إذن واحد على ثمانية واثنان يناظر ستة عشر إذن اثنان على ستة عشر بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان إذن واحد على ثمانية لاحظ أن نسبة الأضلاع المتناظرة ثابتة واحد على ثمانية إذن باء يشابه بملاحظة الشكل جيم واحد يناظر ثمانية إذن واحد على ثمانية واثنان يناظر ثمانية وعشرون بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على اثنان إذن واحد على أربعة عشر لاحظ أن النسبة غير ثابتة إذن جيم لا يشابه بذلك فإن الاختيار الصحيح هو الاختيار باء تقويم مسألة جبر أو جد قيمة سين في الأشكال المتشابهة التالية فاصل ابدأ الحل بما أن الشكلين متشابهان فإن نسبة الأضلاع المتناظرة متساوية بكتاب التناسب لإيجاد سين لاحظ أن جيم دال يناظر كاف ها وباء جيم يناظر قاف كاف إذن باء جيم على قاف كاف اثنى عشر على أربعة وعشرون وجيم دال بعشرة على سين بالضرب التبادلي إثنى عشر ضرب سين وأربعة وعشرون ضرب عشرة إثنى عشر سين وتساوي مئتان وأربعين بقسمة الطرفين على معامل السين إذن قسمة الطرفين على إثنى عشر السين كم تساوي يا أبطال أحسنتم نعم عشرين تقويم مسألة الضلال طول ظل سارية علم ستمائة سانتمتر وفي الوقت نفسه طول ظل إبراهيم مئة وخمسين سانتمتر فإذا كان طول إبراهيم مئة وثمانين سانتمتر فما ارتفاع سارية العلم إذا افترضنا أن المثلثين متشابهان فاصل ابدأ الحل بملاحظة ارتفاع إبراهيم وظل إبراهيم وارتفاع السارية وهو المجهول وظل السارية بما أن المثلثين متشابهان إذا نسبة الأضلاء المتناظرة متساوية فبكتابة التناسب سين على ستمائة وهو ارتفاع السارية على الظل ومئة وثمانين على مئة وخمسين بالضرب التبادلي سين ضرب مئة وخمسين وستمائة ضرب مئة وثمانين مئة وخمسين سين في الطرف الأيمن ستمائة ضرب مئة وثمانين وتساوي مئة وثمانية آلاف بقسمة الطرفين على مئة وخمسين فإن سين تساوي سبعمائة وعشرين ويعني ذلك أن ارتفاع سارية العلم تساوي سبعمائة وعشرين سانتيمتر تعلمنا اليوم درس الأشكال المتشابهة وتم شرح طريقة تحديد الأشكال المتشابهة وكذلك إيجاد القياس المجهول وأيضا القياس غير المباشر شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر